بسم الله الرحمن الرحيم منذ ما يقارب خمس سنوات طلبت منكم تقتكم لتشيير البلاد التي كانت أنا ذاك يرثلها في كل الميادين بالتقريب والتزمت أمامكم بآدت تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزام وفقت من عبد الله عز وجل أني أوفيت بما تعاهدت به في 54 التزام التزام البعض منها لا زال في الإنجاز وأنا ذاك بتوخيق من الله وبثيقاتكم الغالية وصلنا إلى نتائج سمحت لنا بإنقاذ الوطن المفدى إنقاذ الوطن أولا كان اقتصاد منهار اقتصاد ريعة اقتصاد بيع وشراء أساسه لاستيراد وتدخيم الفواتر استيراد قاتل للإنتاج الوطني تقلص الإنتاج الوطني إلى بالتقريب درجة أدنى درجة ممكن وعوضه الاستيراد ولما نقول تقلص الإنتاج الوطني معناه ما كانتش فيه مناصي بشغل ما كانتش فيه أشغال منتاع المؤسسات الإنتاج خاصة وعامة بالإضافة إلى تدخيم الفواتر اللي وصل الآن داك إلى ما يقارب 30% وصبح الاستيراد من أجل الاستيراد بالنسبة كذلك إعادة اللحمة بين الجزائريين أولا وبين الجزائريين ودولتهم بين الجزائريين وانتم تعرفوا أن وصلنا إلى درجة كراهية لبعضنا بعض الغتب فيديوهات تشويه عائلات مصب شرف الناس يعني كل وسائل مسخرة لانفجار الوحدة الوطنية والانفجار البلد وتصدينا لها بحكمة قوانين جديدة وبردع خلات اليوم المواطنين تداركوا الأوضاع اللي كانت فيها البلاد وهو ما صبحوا اليوم هما بنفسهم يدافعوا الوحدة وعلى المحمة الوطنية كذلك الدولة نهارت ولا واحد بقتلوا السلطة متعرضها بالنسبة للمناكر اللي كانت توقع شفتوا انتو ما بنفسكم في بعض الأحيان شاب ولا غير شاب ولا إنسان يعني مش في حاله طبيعي يوقفوا الشرطي يدرب الشرطي ولا يدهسوا بالطموبيل ولا كده يعني حتى رموز دولة صبحت في نقطة السفر وهذه داخلة في خلق البلبلة والفوضى في البلاد مثل ما داروها في سوريا مثل ما داروها في دول أخرين مثل ما داروها باش تصبح البلاد يعني سهلة المنال للناس اللي كانوا يخطوا لها في الانفجار الداخلي إذن استرجعنا هبة الدولة بالحق بالحق والقانون وعطاء كل دي حق حقه وردع كل ما كانوا يظنون أنهم فوق القانون وأنهم باستطاعتهم أن يدوس على الفقيرة وعلى الباسيط وعلى الضعيف إذن الدولة سر جعت هيبتها في الداخل أما في الخارج أنتم تعرفون أن الدولة سمحت مسموعة كلامها مسموعة دافع على المستضعفين في العالم وعلى الشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي اليوم كل ناس تشهد الجزائر بأنها هو البلد اللي أكتب نصرة للمستضعفين في العالم كذلك بدنا في استرجاع الأموال المنهوبة واللي أنا داك تذكر رقم لما كنت وزير أول لفترة قصيرة جداً قبل أن أقال كان يساوي حوالي أموال المنهوبة أموال المنهوبة كيميلاً أموال المنهوبة كيميلاً لشاكين فيها باللي فيها أموال الجزائريين نرىها في بونوكهم إنابة هذه ما يقارب 755 حساب بنكي ورانا نازال إجراءات أنتم تعرفوا أن الإجراءات في الميدان البنكي تقيلة جدا ولكن عندنا الأمل وكل أمل باش نترجع أموال الشعب إن شاء الله إذن هذه الإجراءات ما بين الإجراءات التي قمنا بها لاستعادة هيبة الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة واستقامة البلاد بالنسبة كذلك المرحلة هذه كانت صعبة جدا لما فر من قضاء الله وقدره مع بداية العهدة أربع خمس شهر من بعد جاءنا مثل عالم كله جائحة كوفيد لجمدة كل النشاط الاقتصادي أغلقنا مدارس أغلقنا الثانويات أغلقنا الجامعة المؤسسات أغلقناها كذلك الاقتصادية أغلقنا الملاعب أغلقنا الحدود الأرضية وهذا شيء دام تقريب سنة ونص ورغم هذا ورغم أن صعوبة الوباء استغلوه بعض النفوس المريضة في البلاد لفقدوا الأمل في تخريب البلاد مباشرة تصبحوا يخربوا فيها بصفة غير مباشرة فيه مستشفيات لنغضيها نموّنها بالأكسجان لأن الكوفيد كان يأتي باختناق نموّنها بالأكسجان نص ساعة بعد المستشفية عودوا يطلبوا بالأكسجان تخريب تعدّوا الأطيبات تعدّوا الجسديا على الممرّدات والممرّدين واضطريت أن دينهم تحت حمايتي شخصيا بما سمّيناهم أنا داك الجيش الأبيض وانتم ما هذا الشيء عارفين وذكر فإن الدكرة تنفع المؤمنين أن العهداء لم تكن سهلة العهداء رحت منها سنتين بالتقريب سنتين الأولى مشات في هذه المشاكل خلق ندرة بالنسبة للمواد الأساسية للمواطن كانت كذلك ضرورة حماية الجزائريات والجزائريين وهنا كذلك بعض الجيش الأبيض أشكر الجيش الوطني الشعبي على المعاناة التي عانوها معنا في جذب مستلزمات العلاج من الصين كانت تقريب طائرات كل يومين ثلاثة والمجهودات التي وصلنا حتى صنعنا اللقاح لنفسنا نحن من الدول القلائل التي صنعنا الفاكسين لنفسنا تعلق الكوفيد هذه كلها عطلة ما كفاهمش شعلوا النار في البلاد في 2021 آلاف الحرائق في نفس الوقت وننحني بإجلال أمان الضحايا تحت الحرائق مدنيين أو عسكريين لأننا فقدنا فيها ما يقارب كذلك 80 جندي اللي كانوا يساعدوا في إطفاء النار إلى خيره كلها بفعل فاعل لأنه كان تقرر شهرين قبل ولا في دولة من الدول معروفة بالعداء انتاح علينا أن الجزار في الصيف هدا ستحترق واحترقت حقيقة ولكن ما سمحناش المواطنين تانا اللي تطلب العلاج لخارج بعتنا الخارج اللي عوضنا لهم في ظرف 20 يوم الشهر أقصى هشهر عوضنا للناس كلهم الممتلكات تاحهم لضاعات والمواشي نعنيش نمن على الناس اللي عوضنا لهم ولكن كما قلت هذه نذكر فقط نذكر يعني سنتين ولتين كيفاش عشناها يصعب في ظروف مثل هذه باش تتطرق الملفات الكبرى والأخير إذن وصلنا الحمد لله وصلنا ما رغم هذا لاستعادة القوة المالية للبلاد وكل الناس كانت آنا داك متيقنا أن الجزائر ستذهب إلى صندوق النقد الدولي للاستيدانة والاستيدانة معناها أن الجزائر باش تتخلى على فلسطين وباش تتخلى على الصحراء الغربية وتتخلى على نصرة الضعيف لأن المستدان لا يوجدوا حق في الكلام وجدنا خزينة الدولة في أدنى حد ونذكر أن آنا داك كنا وصلنا إلى ستين مليار دولار استيراد سنويا و ما كان عندنا إلا سبعة وربعين مليار يعني باش مشوا بها سنة 2020 وكل الناس كانت تتكاهننا خلال سنة 2020 أقصاها بداية 2021 لمشوا لسنة ما مشي لاش وتخلنا فيه سياسة نقضية ذاتية اللي خلات البلاد تسترجع الصحة نتاحها من ناحية العملة الصعبة والحمد لله عوض ما تتقلص زادت بدون ما نخلي المواطن يشعر بأي نقص في أي مدى من الموت هذه بصفة عامة العهدة اللي كلفتوني بها وكل الشرف أنني نلت تيقن تاكم لتسيير هذه العهدة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى هيبة الدولة وعلى مستوى استقامة الدولة اليوم بقي لي إلا وربما هذه الشطر الثاني من تدخلتها يكون في مدخلات أخرى إن شاء الله مواصلت كل ما قمنا به من ناحية في الناحية الاقتصادية والمالية من ناحية الشباب من ناحية الأمور الاجتماعية نواصل في بناء السكنات نلتزم بها إننا ما نوقفش ملايين سكنات ستبنى إن شاء الله ريفية وحضارية بمختلف أصنافها حتى يستفد الشباب بتاعنا من السكن نشوف كذلك بالنسبة محاربة العفات الاجتماعية وعلى رأسها محاربة الرشوة والفساد نواصلوا على نفس المنوال نصلح أحسن حماية على المستضعفين والأخص نداوي الحاجات الخاصة المرضى مرضى السرطان هذه كلها تكون على عاتق الدولة إن شاء الله وتقوم بسياسة التي تسمح لنا باش يعني تكفل أحسن تكفل بهذه الأصناف تعل المواطنين اللي هما المواطنين المستضعفين نزيد نواصل رفع قدرة شرائية بالأخص بالنسبة الأجور المنقوش البسيطة ولكن هي في أدنى سلم سلم الأجور نزيد نقص من ضرائب الأجور هذه نزيد نرفع في الأجور من حتى لسنة 2027 إلى نلت التقيق نزيد ونواصله حتى نصبح 47% اليوم نوصل في 27% إلى 100% زيادة في الأجور إن شاء الله بالنسبة للمنح التقاع ونفس الشي إذن نعاود الراجع كل ما هو في صالح المواطن بما يخص تقوية قدرة شرائية بالطبع يعني نحارب تدخم مثل ما نحاربه فيه اليوم والتدخم اليوم الحمد لله نزل من 11% اليوم رن ننظر حول 6% ونزيد نقلص من التدخم لما نقلص من التدخم مع نهراني نزيد في القدرة الشرائية نزيد نرفع من القيمة على العملة الوطنية إن شاء الله رهت تدريجيا ترفع حتى نوصل لحدود معقولة تقيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملة الأجنبية نراجع قانون البلديات ونراجع قانون الولايات نراجع الصلاحيات نتعل المنتخبين حتى نصبح في ديمقراطية حقه نمس البلديات نسمح المواطن باش يعبر ليه بنفسه نفسه يعني بصفة ديمقراطية نراجع كذلك قانون الولايات مثل ما قلت نعاود نراجع إعادة تقسيم الإداري اليوم تشوفوا فيه بعض ولايات اللي هي قارة وبعض ولايات أخرى اللي صغيرة جدا والإمكانيات المالية تختلف كل هاتش نعاود الراجعون إن شاء الله في الفترة هذه حتى نركز حتى نتبت نهائيا بدون رجعة الجزائر قوية إن شاء الله الجزائر منظمة الجزائر ليستفدوا منها من خيراتها أبنائها وبناتها الجزائر التي تنتصر إن شاء الله هذه بخلاصة وبعجالة للمشارع المقبلة إن شاء الله نطلب توفيق من الله عز وجل ومرة أخرى شاكر لكم التيقة لنلتها من عندكم حتى مارست من عهد الأولى طامع في تيقتكم مرة ثانية وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدين الأبرار اشتركوا في القناة